أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس راح نحدد المقياس الأنسب من مقاييس النزع المركزية واستخدامه في سياق المعطن خلينا ناخد مثال أراد أيهم أن ينتقل إلى مدرسة أخرى فطلب المدير أن يحضر علاماته حتى يتم قبوله فكانت على النحو التالي ما المقياس الذي أوجده المدير لقبول أيهم في المدرسة؟ حتى يقبل أيهم في المدرسة فإن المدير سيقوم بإيجاد معدله أي الوسط الحسابي لأن الوسط يوضح تمركز علامات أيهم أي أن الوسط الحسابي هو الأنسب لقبول أيهم في هذه المدرسة فيكون المعدل أي الوسط الحسابي هو مجموع علاماته تقسيم عدده إذن 95 زائد 89 زائد 95 زائد 96 زائد 93 زائد 95 تقسم على 9 فيكون معدله 94 وتسعة من عشر ناخد كمان مثال صاحب محل الأحذية لاحظ أنه يبيع شهريا المقاسات الآتية أراد أن يحضر بضاعة للشهر التالي فأي المقاسات عليه أن يحضر منها أكبر كمية؟ نلاحظ أن البائع انتبه أن أكثر المقاسات بيعا كانت مقاس 25 لذا سيحسب المنوال لأن المنوال هو العدد الأكثر تكرارا لذا سيحضر المقاس 25 نشوف كمان سؤال إذا كانت أطوال طلاب الصف الثامن في إحدى المدارس بالسنتيمتر كالتالي ما الطول المناسب لهذه الفئة العمرية؟ نلاحظ في هذا المثال أن المطلوب هو معرفة أي الأطوال مناسب لهذه الفئة العمرية سنستعمل الوسيط هنا لأن الوسيط أضق في حساب ما يتوسط هذه الأطوال نرتب تصاوديا كالتالي الوسيط يساوي 150 سنتيمتر وبنهاية درسنا منكون تعلمنا كيف نحدد المقياس الأنسب من مقاييس النزع المركزية واستخدامه في سياق المعطى